اشتركوا في القناة موجها كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين متمنيا المزيد من النجاح والانجازات في المستقبل كما توجه بتحية تقدير لأداء مشرف للفريق المغربي الشقيق هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على فوزه في الانتخابات الرئاسية جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي بنظيره التشادي الذي ثمن هذه اللفتة الكريمة مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الطابع المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي بأن الرئيسين شددا في هذا الصدد على عزمهما المضي قدما في تعزيز وتنويع أطر التعاون على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى مواصلة التشاور فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات الإقليمية والقارية المختلفة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الاستعداد لعقد مؤتمر الاستثمار الذي ستصطديفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسؤولين عن تنظيم المؤتمر لسيما مع قربنا قادي في الموعد المحدد خلال يومي التاسع والعشرين والثلاثين من يونيو المقبلين وأكد حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثل القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة لسيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي وهذا هو الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر وأكد رئيس الوزراء أن المؤتمر سيحظى بتغطية إعلامية عالمية على أعلى مستوى موجها بإعداد تصور حول هذه الخطة وعرضها عليه في أسرع وقت أكدت مصر أنها تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له لحادث مروع وقال المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن مصر تتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق وتدعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيراني ومرافقه تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في الوادي القريب من مكان حادثة مروحية الرئيس الإيرانية وقال الهلال الأحمر الإيراني إن عمليات البحث عن طائرة الرئيس رئيسي بطيئة بسبب صعوبة الظروف المناخية وانخفاض مدى الرؤية في المنطقة وأشار الهلال الأحمر الإيراني إن جميع الفرق تبحث بكل قوتها وتبحث في الجزء السفلي من جرف الجبل مؤكدا أن المنطقة جبلية وصعبة أعلنت روسيا استعدادها لتقديم المساعدة لإيران في حادث تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأشرت موسكو إلى تقديم كل المساعدة اللازمة للبحث عن طائرة الهليكوبتر المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث أعلنت الأمم المتحدة أن الممر البحرية ليس بديلا للممرات البرية في قطاع غزة وأكدت الأمم المتحدة أن الغرض من الرصيف العائم هو إكمال عمل المعابر البرية الحالية للمساعدات التي تدخل غزة ولا يقصد منه أن يحل محل أي من المعابر موسيقى انتهى الموجز الإخباري والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيوار كود الظاهر على الشاشة نشكر لحضراتكم طيبة المتابعة وهذه تحياتي أمر جهب موسيقى